الجبهة اليوم من النادي الاهلي متهمة بقلة العرضات على عكس الجبهة الاخرى اللي كان متوجد فيها علي معلول لان علي بالطبيعته يعني لعيب بيعرف يقدي دورين بشكل كبير يعني علي عنده من الحلول اللي احنا كنا بنتكلم عليها في محمد اشرف تحديدا عنده حل فردي عنده من الخبرة بشكل كبير ان هو يعرف يوظف نفسه بشكل جيد في الجبهة اليسرى تحديدا حتى لو اللعيب المساند ليه مش في افضل حالاته او مش متفاهم معه بشكل كبير كان علي دايما هو اللي بياخد الموادرة ولكن الجبهة اليومنا في الاهلي عندها مشاكل كبيرة جدا سواء محمد هاني ما استعدش المستوى بشكل كبير كريم فؤاد حتى لما اخد الفرصة مكانه ما ابتداش نشوف نوعا ما فكرة ان لما جالوا لعيب زي زياد طارق ابتدى فيه تناغم بين الاتنين وبقيت تشوف النقطة دي تحديدا النقطة اللي كان بتكلم فيها عزة كمان مهمة فكرة ان بعد ما وصل لمنطقة الجزاء الخصم او بعد ما بقى في موقف ان انا خلاص عن قدام المرمى هو القرار القرار مهم جدا و دي لعيبة النادي الاهلي فلازم اللعيب اللي لابس تي شيرت النادي الاهلي ولابس قميس النادي الاهلي يبقى عنده فكرة القرار الاخير ده لازم يبقى جيد يعني مش بقول انه يبقى ممتاز ولكن ما ينفعش يبقى سيق لان القرار سيق فيه قرارات كتيرة جدا ضاعت من الاهلي بسبب قرارات اللعيبة المدرب في الآخر ما ينفعش هيتحاسب كل المدربين على فكرة مش هيتحاسب على كل القرارات الغلط في الآخر هو الكنسب بتلاقي الأهلي ممكن صنع 20 فرصة أو عمل 20 عرضية أو عمل 40 تزديدة في الآخر محصلة إيه مفيش خالص عشان الجودة في الإنهاء دي دي مهمة جدا ودي يتفرق قيمة اللعيب من اللعيب التاني